تضيق المسافة الزمنية بين عطلة عيد الفصح والاستشارات النيابية الملزمة التي دعا اليها رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في الخامس والسادس من نيسان المقبل وفي الفترة الفاصلة تتكثف الاتصالات والمشاورات على اكثر من جبهة من اجل البت في مسألتي التكليف والتأليف الا ان المواقف المتباعدة حيال ما سيكون عليه شكل الحكومة تشير الى امكانية حصول التكليف واطالة عمر حكومة تصريف الاعمال اضافة الى عدم اجراء الانتخابات في موعدها التكليف برأيي سيحصل وانما التأليف لن يكون بسهولة ولن يكون سريعا حكومة جديدة لازم تكون مؤشر لمرحلة جديدة وبرأيي حكومة جديدة اليوم من بعد كل اللي صار بدأت تكون جزء من سلة متكاملة بتشمل انه الانتخاب بتشمل ان تجري الانتخابات في موعد محدد بتشمل انه توضعي شبكة امان بالحد الادمى للبلد على المستوى الامني والاقتصادي والاجتماعي هذه السلة ما اني شايفها كاملة لنركب عليها حكومة تقدر تتولى هذه المهاج ما بقى متوقع ان تجري الانتخابات حتى ولو لم تكن في موعدها ان تجري على اساس قانون الستي واضح انه هذا القانون دفن في السياسي ولكن بعد ما انه واضح مين بدو يعمل الجناز مين بدو يصلي عليه مين بدو يعمل اللي منسميه ورقة نعوي ما هيك هول بعد مش واضحين مين بدو يبادر لقلة مين بدو يعلون الوفاة وهول كلهم هن المخليين نكون في حالة رمدية بالكرة بملعب مجلس النواب يلي بيقدر معه لحد 19 حزيران يعمل الانون اخر الرئيس سليمان اكد انه لا يوقع على قرار التمديد لمجلس النواب لكنه يعمل في اتجاه الدفع بعملية الحوار نحو الامام من اجل تهديئة الاجواء سياسيا وامنيا ضروري جدا ان يكون الحوار لو شو مكان درجاته وين من عمل بين عمل بقاعات كبرى ولا بين عمل بزواريب المهم من عمل حوار لا حوار معروفة نتائجه وبعتقد انه قد ما نراكم باتجاه حد ادنى من من نزعف فتيل التفجير باكتر من مطرح قد ما من ريح البلد ومن ريح اللبنانيين في حد اكتر من ادنى من الرغبة بعدم الوصول الى الانفجار وبظن هاي مسئولية كمان عم بمارسوها ناس بالسلطة وناس منهم بالسلطة يعني مش كل اللي بالمعارضة ان ناس ما بدهم البلد ومش فرقني معهم اذا بتفرط الامور وبتروح على شيء سيء لا القوى السياسية على ما يبدو لم تحسم خياراتها بعد في ظل العيون الشاخصة الى الوضع السوري وانعكاساته على الاوضاع المحلية والاقليمية